نادي اخر او الكابتن فتحي وجلسة يوم الاثنين للجنة اخرى او للجان النادي الاهلي اللي بتقوم بدور مجتمع خاص بالاعضاء من جهة وخاص كمان بدور المجتمع كعادة النادي الاهلي دايما في الازمات اللي بتيجي في الاخلال الوطن زي ازمة كورونا اعتقد كمان الرئيس اللجان الاستاذ وليد مبروك بيتخذ نفس قصة مؤسسة النادي الاهلي متحدث رسمي عن اللجان واحد طبعا فيه لجان عملت مسابقات كتير زي مسابقة شعر ودي طبعا اللجنة الثقافية وحبينا ان احنا ننوح عن الكلام ده طبعا على بدج مجتمع الاهلي وفيه في مسابقة الشعر ان العمل او يكون العمل المتقدم مكتوبا باللغة العربية ان يكون التقدم بعمل واحد فقط في كل فرع من افرع المسابقة سواء فصحة او عمية او قصة قصيرة وطبعا ده لأعضاء النادي ان يكون العمل مكتوبا على الكمبيوتر بحجمه مناسب بيتم تقديم سلاسة نسخ من العمل المتقدم قال لا يكون العمل قد فاز فيه مسابقات اخرى يعني ما اشترك تشبيفه مسابقة ورجع تشترك بيتاني قال لا يزيد عدد كلمات القصة القصيرة على الف كلمة يتم تقديم الاعمال خلال اسبوعين من تاريخ الاعلان على المسابقة ويتم ارسال العمل على البريد الالكتروني الموضح لحضراتكم بيكون فيه مرفقات طبعا بيشترط تقديم رقم العضوية مع الاعمال المتقدمة او المقدمة والجوائز بتخصص خمس جوائز للمتسابقين الاقل من واحد وعشرين عام في كل فرق واخرى لمن هم اعلى من واحد وعشرين عام وبيتم تشكيل لجنة لتحكيم الاعمال من كبار الشخصيات الثقافية والادبية والفنية عمل محترم جدا وطبعا بيبحث عن المواهب فيه اعضاء النادي الالي سواء ما هم دون واحد وعشرين سنة او ما هم اكبر من واحد وعشرين سنة في الاعمال الفنية سواء قصة او شعر سواء عامة او فصحة واعتقد برضو فيه لجان اخرى فيه لجان اخرى وفيه فلسفة اخرى اللجنة عملت مسابقة خاصة بمصر في عيون ابنائنا ودي في رأيي دور توعوي مهم جدا في اللحظة دي ليه لان انت بتتكلم عن طفل المسابقة لتسع سنوات ومن تسع لتلاتاشر سنة اكيد الاطفال في الفترة دي حاسين بحالة هلع او نوع من انواع الخوف او القلق طبيعة ان حياتهم اليومية مختلفة وده بالنسبة لأي طفل في علم السلوك الخاص بالاطفال تحديدا مؤثر جدا وطبيعي بيخلي الطفل يبدأ يبعى عنده مخاوف نوع من انواع رؤيتك لوطنك في السن ده مرتبط بانت شعورك العام ايه ففكرة المسابقة اللي الاطفال في انت ازاي شايف مصر اهي معانا وتبدأ ترسم الحاجة الجميلة اللي انت شايفها في مصر او المعالم اللي انت شايفها في مصر في اللحظة دي انت بتنتشل الطفل بعيدا تماما عن اي مشاعر سلبية بتنتابه وكمان بتديله حافظ ودافع شوف بلدنا جميلة وشروط المسابقة زي ما هي معروضة على الشاشة كان الاهم كمان من الشروط ان احنا نتكلم في الفكرة مش ده بس يا احمد اللي كان الانشطة فيه كمان حاجة ثانية اكيد عندنا لجان اخرى وطبعا بينتقل الدور المجتمعي من داخل اعضاء النادي الى الخارج وده طبعا زي ما حضراتكم شايفين عندنا هاشتاج اللي بيقوله فكرة ليها مليون لازمة طبعا شايفين ان انت بتدور في دولابك طبعا على الحاجات اللي انت ممكن تكون بالك فترة ما لبستهاش حاجات بتقدر تهتم بيها بشكل كويس وممكن لو انت مش مستفيد منها بشكل كويس بتقدر ان انت تخسلها وتكيسها وتوصلها لفق احد فروع النادي والنادي بيقدر بعد كده طبعا في خلال بعد يوم اخر يوم واحد 30 طبعا في خلال اسبوعين بيقدر يشوف الاسر المحتاجة ويقدر يوزع عليها الملابس دي موضوع مهم جدا بتقوم به اللي جان طبعا الاجتماعات بتتم دلوقتي من خلال برامج من خلال النت وطبعا عشان برضو بيأكدوا على فكرة ان انت ممكن تقوم بكل اعمالك من داخل البيت تماشيا مع الوضع الحالي في الدولة وانك انت تخليك في البيت دور مشكورين عليه طبعا لجان النادي الاهلي تحديدا من فكرة تعيين متحدث رسمي عشان يبعد فكرة ان دور او ما شابه والناس بتخدم النادي الاهلي وبتخدم الاعضاء وكمان المجتمع اعتقد دور مهم جدا واعتقد افارس عندنا ناس اخرى بتخدم المجتمع ولكن من خارج النادي الاهلي بالضبط احمد وهي الفترة دي رسالة رسالة لكل واحد فينا بطريقته او بمفهومه او بالشكل اللي هو شايف انه يقدر يساعد بي كابتن حسام البدري